حول الموضوع نضم لنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من القاهرة الأستاذ قاسم الخطيب وعضو الأمان العام لتيار الغد السوري وممثل منصة القاهرة سيد قاسم أسل خير أهلا بك معنا بعد يوم فقط من الاتفاق لتخفيف تصعيد في الغوطة النظام يهرق هذا الاتفاق قصف اليوم لم يلتزم قبل أن نتحدث عن أبعاد ذلك ما البنود يعني ماذا كانت الضمنات يعني ماذا كان الحديث عندما وضع هذا الاتفاق يعني في حال خرق مثل الذي قامت به قوات نظام الآن مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين يعني كما جاء في التقرير اليوم ليس غريبا علينا وليس بعيد عن تصرفات النظام إنه يخرق وقف أطلاق النار وهذا ما يعمل به دائما النظام لا يريد وقف لإطلاق النار لأنه نحن نعرف جيدا عندما يخف التصعيد ويخف وقف أطلاق النار وتكون هنا قوات لحماية المدنيين بالتأكيد نقترب كمعارضة سوريا من الحل السياسي وهذا ما لا يرضاه النظام بالمطلق يريد دائما تصعيد يريد مزيد من القتل لكي يبقى هذا النظام وأزلامه على رأس السلطة طيب مع هذا الخرق الآن هل المعارضة المسلحة ستلتزم بالاتفاق رغم ذلك؟ طبعا المعارضة ما زالت ملتزمة وستبقى أيضا ملتزمة لعدة أسباب ومنها السبب الرئيسي أنه تم توقيع هذا الاتفاق مع الحكومة المصرية أو بضمانات من الحكومة المصرية وعلى أرض جمهورية مصر العربية بوجود وزارة الدفاع الروسية كما شارك تيار الغد السوري فريق عمل منه برئاسة السيد أحمد الجربة وحضر أيضا ممثلين عن المعارضة السورية المسلحة وممثلين سياسيين وعسكريين وتم التوقيع على هذا الاتفاق وهم للآن ما زالوا ملتزمين لأننا شاركنا في هذا الاتفاق كمعارضة سورية وكتيار غد سوري نحن نسعى إلى حل سياسي إنما اليوم ممكن سنتواصل مع الحكومة المصرية التي رعت هذا الاتفاق على أراضيها وسنتواصل أيضا مع وزارة الدفاع الروسية لتقديم اعتراض على هذا النظام الذي خرق وفط لقنار طيب الاتفاق أستاذ قاسم يشمل إيصال المساعدات طبعا وممرات عبور المدنيين وربما هذا الأمل الذي لدى المدنيين خاصة في الغوطة التي عانت لمدة سنوات من قصف مستمر لم تهدأ الغوطة خلال الأربع سنوات الماضية هل سيتم فتح معبر الوافدين بالتحديد وكيف سيتم عبور المساعدات الإنسانية وعبور المدنيين إذا ما تم الالتزام بشكل كامل طبعا من الاتفاق سيدتي هذا الموضوع ليس جديدا في العام الماضي الحكومة المصرية والممثلية المصرية والممثلية للسفارة المصرية التي موجودة في دمشق دخلت عدة شاحنات ومنها أدوية وإغذائية إلى مدينة دومة اليوم بالتأكيد كما أسلفنا أو كما جاء في التقرير إنه هناك معبر مخيم الوافدين الذي هو على الطريق الدولي دمشق حلب باتجاه الشمال وباتجاه الشمال الغرب فسيكون هذا الممر آمن وتقف الشرطة العسكرية كحماية لهذا الروسية لحماية هذا الممر وتدخل المواد الطبية والمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية التي دومة محاصرة منذ ما يقارب خمس سنوات كان عدد السكان دومة بداية الثورة السورية ما يقارب ثمانمائة ألف نسمة اليوم عدد السكان الغوطة الشرقية لا يتجاوز ميتين وخمسين ألف محاصر بقية السوريين الذين كانوا محاصرين في الغوطة الشرقية منهم في معتقلات النظام وهذا ما نسعى إليه لفتك للخلاص أو لتحريرهم من هذا النظام درجة أولى اثنين لدينا أيضا مهجرين يجب أن يعودوا إلى بلداتهم وقراءهم سواء هجرة داخلية أو خارجية وهذا ما نسعى إليه من خلال فتح الممرات الآمنة هل تم تقديم أي ضمانات في هذا الصدد في هذه النقطة لأنه دائما نسمع بأن هناك مطالبات حتى الشعب السوري حتى المدنيين يكون لديهم أمال يعلقونها على ما يسمعونه من تصريحات يعني وقليل منها إذا لا نعمم ما يتم تطبيقه على الأرض هناك ضمانات لتطبيق هذا طبعا بالتأكيد هناك ضمانات روسية مصرية اليوم بعد اتفاق الذي وقع بين على وقف إطلاق النار في الجبهة الجنوبية بين الروس والأمريكان اليوم المجتمع الدولي كله جاد بوقف إطلاق النار والذهاب إلى حل سياسي بالتأكيد الروس والمصريين سيكون ضامنين لوقف إطلاق النار وأيضا المجتمع الدولي ينتابنا إحساس أن المجتمع الدولي يريد أن ينهي الملف السوري ضمن القرار 225 سيد قاسم إذا ما تم الالتزام بهذا الاتفاق تخفيف تصعيد طبعا لاحظنا بأن الفترة الأخيرة في درعة في الجنوب السوري ربما هذا الاتفاق بدأ ينجح أو هناك ملامح نجاح لهذه التجربة إلى أي مدى يمكن تعميم ذلك لمناطق أخرى؟ يجب أن لا يتم حصره على الغوطة أو على درعة هناك حمص هناك مناطق أخرى أيضا شعب سوري يعاني فيها وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك ربما خطوة إلى الأمام نحو أي حل سياسي أيضا بعد كل هذا؟ سيدتي وقف إطلاق النار نجح في حمص وفي منطقة الوعر نجح في حلب واليوم تطبق في الجنوب وأيضا نجح هناك ثلاث اتجاهات تحيط بمدينة دمشق نجحت الهدن ووقف إطلاق النار نحن لنا مصلحة والمجتمع الدولي له مصلحة أن ينهي حالة الحرب ويسع إلى وقف إطلاق النار لأننا ندرك في الحل السياسي سينطلق الحل السياسي بالتأكيد من مدينة دمشق هي العاصمة والغوطة الشرقية هي مدخل من الجهة الشرقية إلى مدينة دمشق والموضوع مهم جدا أن يكون في هذه المنطقة ووقف إطلاق النار بضمانات دولية بالتأكيد للسير في العملية السياسية دمشق مهمة بالنسبة لنا والحل السياسي أيضا بالنسبة لنا كمعارضة سورية شكرا لك على هذه المداخلة معنا سيد قاسم الخطيب وعضو الأمان العام لتيار الغد السوري وممثل منصة القاهرة كنت معنا عبر الأقماص طناعية مباشرة من القاهرة شكرا جزيلا لك